قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أنه منذ العام الماضي تحلق القناة منفردة بأرقام غير مسبوقة لتصل إلى 9.4 مليار دولار في سنة المالية 2022-2023 وهو أكبر دخل حققته القناة في تاريخها وضيفا أن القناة حققت زيادة غير مسبوقة بلغت نحو 35% عن السنوات السابقة وفي حواره مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أشر رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إلى أن تلك الزيادة تعود لعدة أسباب منها حفر قناة السويس الجديدة التي تعد ضمن أهم الأسباب التي أدت لهذا الإنجاز